من جهتها هددت قوات الحوثي بالرد على الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على ما واقعها باليمن مؤكدة أنها لن تمردون عقاب وذكر المتحدث باسم قوات الحوثي أن الضربات أصفرت عن مقتل خمسة من قواته وإصابة ستة آخرين وأضاف أنهم سيواصلون منع السفن الإسرائيلية أو السفن الأخرى المتجهة إلى إسرائيل من المرور عبر البحر الأحمر وبحر العرب في خطوة جديدة تنقل الصراعات في المنطقة لمرحلة أوسع نطاقا وأكثر خطورة نفذت الولايات المتحدة وبريطانيا بدعم من دول أخرى ضربات ضد عدد من الأهداف التابعة لقوات الحوثي في ست محافظات يمنية وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين أوضح أن الضربات الأمريكية البريطانية في اليمن استهدفت أجهزة رادار وابنا تحتية لمسيرات وصواريخ في مسعى لإضعاف قدرة قوات الحوثي على مهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر وفي تعليق منه على تلك الضربات أكد رئيس الأمريكي جو بايدن أن هذه الضربات تأتي كرد مباشر على هاجمات قوات الحوثي على السفن الدولية في البحر الأحمر مضيفا أنه لن يتردد في أعطاء التوجهات اللازمة لاتخاذ المزيد من الإجراءات من جانبه أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تنفيذ سلاح الجو الملكي البريطاني ضربات استهدافت موشآت عسكرية تستخدمها قوات الحوثي في اليمن مشيرا إلى أن البحرية البريطانية ستواصل دورياتها في البحر الأحمر ضمن العملية متعددة الجنسيات حارس الازدهار وعلى الرغم من تأكيد المؤشرات الأولية حول ضربة قوية تلقتها القدرات العسكرية لقوات الحوثي على تهديد التجارة البحرية إلا أن مؤشرات امتداد الصراع إلى فاق أخرى أكثر خطورة ما زالت قائمة في ظل تمسك قوات الحوثي باستمرار هجماتها ضد أي سفن تتجه للمواني الإسرائيلية بل وتوعودها بالمزيد إن لزم الأمر